جبت لكم بقى السر من صاحب المصنع نفسه هيبقى عندك امر الدين طول السنة وبارخص الاسعار ومش هنشتريه تاني بقى من برة وهنعمله في البيت زي الجاهز واحسن كمان يلا بينا بقى نشوف عمالنا ازاي بس ياريت ما تبخلش علينا باللايك في الاول خالص كده معايا كيلو من المشمش هناخد بقى المشمش ولازم نخسله حوالي مرتين ثلاثة اربعة لازم نخسله كويس جدا واخر مرة هنحط فيه الميا وهنحط عليه كمان معلقة كبيرة من الخل ونسيبه في المياه والخل حوالي عشر دايق بعد كده بقى بناخده نخسله كويس وهنصفيه من المياه اللي بتبقى موجودة فيه هناخد بقى المشمش دا ونحطه في طبق واسع علشان بس اعرف اشتغل فيه وهنجيب بقى السكينة هنبدأ نفتح بيها المشمش علشان بس نبدأ نطلع البزرة اللي بتبقى موجودة فيه وانا هنا عملت كيلو من المشمش وطبعا انت ممكن تزود الكمية او تقليلها كمان على حسب رغبتكم بس هو الكيلو مشمش ما شاء الله بيطلع لي كمية حلوة من امر الدين هنا زي ما انتوا شايفين بنفتح كده المشمش وبنطلع البزر منه وخلصنا الكمية كلها هنجيب بقى الحلة اللي احنا هنشتغل فيها وانحط بقى فيها كل كمية المشمش اللي احنا فتحناه كيلو المشمش يا جماعة بياخد معايا ربعمية جرام من السكر ربعمية جرام من السكر بيعملوا معايا كده حوالي كوبايتين الا ربع من السكر تمام هنضيف بقى عليهم دلوقتي ربع معلقة صغيرة من ملح اللمون وملح اللمون هنا ضروري جدا علشان بس ايه يبقى اولا بيستخدم كمانضة حفظة تاني حاجة بيدينا نفس كده ايه المزازة كده في امر الدين اللي احنا بنشتغلها من برة وضفت عليهم كمان معلقتين كبار من عسل الجولوكوز وده طبعا كمان مهم معايا هناخد بقى كل المكونات كده وهنقلبها كويس جدا قبل ما نرفع الحلة على النار بعد ما قلبناهم هناخد بقى الحلة وهنرفحها على النار اهم حاجة بقى النار لازم تكون هادية جدا وهنسيب بقى المشمش لحد ما ينزل كل المية بتاحته انا هنا مش بزود اي كمية مية خالص لأ انا بعتمد ان المشمش بينزل المية بتاحته لما بنيجي نحط في السكر اللي احنا حطناه لو لاحظتوا هنا هتلاقوا ما شاء الله بدأ ينزل كل المية اللي بتبقى موجودة فيه جدا وان لما بنيجي نضغط عليه ضغطة خفيفة باللي استوى معنا وهنا كمان خلاص المشمش بقى جاهز معنا استوى معنا جدا وطبعا لما بنيضغط عليه بالمعلقة بنلاقي ان هو بتقطع معنا وكمان لونه اغمق معنا شوية يبقى كده خلاص القوام بتاعنا بقى جاهز والمشمش بقى جاهز معنا هنطف بقى عليه النار ولو لاحظتوا هنا هتلاقوا ان القوام بتاعه بقى تقيل شوية وهنا بقى قدامنا حاجة من اتنين يا إما نسيبه يبرد معنا ونضربه في الخلاط يا إما على طول وهو السخن كده هنضربه بالهند بلندر لإننا عايزة الخليط يبقى ناعم جدا مفيش فيه أي قطع من المشمش ويريد بقى في الوقت ده لو تنزلوا تحت في الكومنتات وتكتبوا لي بتتبعوني من أنهي بلد أنتوا عارفين أنا بحب أشوف كومنتاتكم جدا وبفرح بيها وفعلا بحاول على قد ما أقدر أرد على أكبر جزء فيها ما شاء الله كده خلاص القوان بقى جاهز معايا المشمش مفيش فيه أي قطع بقى القوان بتاعه سائل بس هنا أنا محتاجة أرفعه تاني على النار حوالي عشر دقيق أنا عايزة القوان يتقل شوية وكمان لونه يبقى غامق شوية كده زي اللي احنا بنشتريه من بره وطبعا هنا لازم أكد عليكم أنه النار لازم تكون هدية جدا ولازم التقليب يكون باستمرار علشان بس المشمش مايتحرقش معايا في الحلة كده خلاص القوان بقى مظبوط معايا أولا تقل جدا تاني حاجة إنه هو لونه بقى لون غامق كده زي اللون اللي احنا بنشتريه بتاع أمر الدين من بره كده خلاص بقى جاهز هناخده بقى ونجيب صينية أنا اللي هنا صينية اللي أنا استخدمتها صينية فال وده هنتها ده هنخفيفة قوي من الزيت ملايش نقطر زيت أكتر من كده علشان بس تطعم أمر الدين ما يغيرش معنا ولو مش متوفر عندك طبعا الصينية فال هتجيب أي صينية ألمونيوم موجودة عندك بس أهم حاجة تحط عليها كيس من أكياس التلاجة وبعد كده تحط عليها أمر الدين بالشكل اللي احنا حطينا ده بعد كده لازم نسويه بالمعلقة كويس وأهم حاجة لازم القوام بتاعه لما بنيجي نحطه في الصينية يبقى القوام بتاعه خفيف ما يبقى شتييل أولا علشان بس أضمن إنه هو ينشف معايا بسهولة ويجف معايا تاني حاجة علشان بس يبقى قوامه زي قوام اللي احنا بنشتري من بره كده خلاص بقى جاهز معايا هنحط بقى في المطبخ حوالي 48 ساعة يعني حوالي يومين وطبعا ممكن يزيد معاك من يومين لثلاثة أيام على حسب بس درجة حرارة المكان اللي انت حطه فيه ما شاء الله كده خلاص هو بقى جاهز معايا وعد عليه يومين عايز أقول لكم ما شاء الله مسك معايا جدا بس كل اللي هعمله دلوقتي إن أنا برضو دهنة خفيفة قوي من الزيت هبدأ كده أدهن بيها أمر الدين من فوق لأنه بيلزق حاجة خفيفة تمام تعالوا بس كده ايه نفتحه مع بعض ونشله مع بعض ونشوف هل هو القوام متماسك معايا ولا ما شاء الله القوام متماسك جدا أمر الدين ما بيقطعش معايا آه شايفين كمان اللون بتاعه زي اللون اللي احنا بنشتري من برة وهنا كمان طبعا جبت بقى أكيس من أكيس التلاجة وفتحته بالشكل ده وبدأت بقى حطه كده على أمر الدين علشان لما اجي أقفل الأمر الدين على بعضه كده مرتين تلاتة ما يلزقش على بعضه ويبقى كمان زي الجهز اللي احنا بنشتري من برة ما شاء الله شايفين ما بيقطعش معايا نهائي ده بيدل على نجاح الوصفة وطبعا ما أخدش معايا أي وقت خالص هو يدوبك في سويني بتكوني مجهزة وبتسيبه بقى يومين لحد ما بيجف معاك وكمان لو انت حطيتي كده ايدك عليه ما شاء الله شفاف جدا وبيبين كف في ايدك شايفين ما شاء الله جميل جدا يا جماعة هنجيب بس كيس تاني من أكيس التلاجة وهنبدأ بقى نقفل عليه بحيث بس ان انا اضمن ان انا مقفل عليه كويس جدا واهم حاجة بقى دلوقتي عايزين نقطعه مع بعض ونشوف من جوة بيبقى شكله عامل ازاي هل بيتقطع معانا بسهولة هل هو شكله عامل ازاي تعالوا بقى كده نقطعه بناخد كده امر الدين نفتحه كده مع بعض هناخد بس كده منه قطعة وهنبدأ كده بقى ايه نقطعها شايفين وطبعا احنا هنا لسه ما دخلناش امر الدين التلاجة لما مندخله بيمسك اكتر معانا اكتر من كده كمان هناخد بقى امر الدين وحطته تاني في كيس من اكيس التلاجة حطته كمان في كيسين علشان بس اضمن ان هو يبقى متغلف كويس جدا وهنا بقى قدامنا حاجة من اتنين لو احنا هنستخدمه على طول هنحطه في التلاجة قدامك بقى شهر شهرين ممكن تستخدميه طلعي من التلاجة وتستخدميه على طول لسه شريح حالا يلا بقى اجربوه على الطريقة دي واتمنى ان انتم تجربوه وتبعتولي تطبقاتكم علي لايك بقى لو عجبكم الفيديو وربنا يحسن ما بين ايديكم وبالفة هنا وشفة